ما كنش تجايت في وقت نتأخر ما تقولش كده حسنا البيت بيتك وتيجي في أي وقت تفضل تفضل انا يخليك اهل البلد عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله دايما اهلا 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 يا ابو علي انت هل اما قلت يا ابو علي يبقى الامور حلوة واتكلم باجا بجلبي جامد تحب نكمل هنا ولا ندخل هنا وانت المكتب؟ لا لا مالوش لازم المكتب انا جاي في حاجة سريعة كده وماشي على طول لا مينفعش انت تقعد وتاخد باجبك وتشرب قهوتك كمية لا جاهوة ايه؟ خليها شرباط اصل انا جاي عشان لوبنة لوبنة؟ اه هارضها انا الصراحة ما صدكت انك كلمت بروان وقلت له ان ما عندهاش مانع طيب برضي يعني حتى لو هنتكلم على لوبنة تقعد ونتكلم بهدوك كده صلي على النبي مش كل حاجة بسرعة يعني اه لا والله يعني يا عزوريني انا كلامي مع رجالة ولا يا عدي البشا طبعا يا حاسم طول عمرك بتفهم في الاصول طيب ممكن اطلع اخو بمرضي؟ لا 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 تطلع تقبالك طلع يا دي لوبنة مش هينفع دلوقتي اصلع نايمة لا انا مش نايمة اشان تعرف بس اني الغالية عندي واني مقدرش استغنى عنك اول ما عرفت اني خلاص عجلك رجالك وعرفت اني جوزك فوق الكل قلت خلاص يا حاسم انسى اللي فات ونفتح وصفحة جديدة وان هاجي معاك يا حاسم الهابة اللي انت بتقولي ده لوبنة مش هترجع معاك يا حاسم ايه الكلام ده يا عادل باش انا كده ازعل اديك سامع بودانك لوبنة بنفسها قلت هتيجي معاك يا حاسم سيبك منريم خالص اه سيبك منريم اسمع كلام عادل بس بعد اللي هقولك عادل انا هقولك عادل في دماغه ايه وبعدها هاجي معيك بس لازم توعدني انك هتعملي كل اللي انا عايزاه عادل كان بيلعب لعبة وفكر ان خيط اللعبة كلها في ايده بس انا بقولك اهو كل اللي هو عايزه نعايز يحطك انت واخوك تحت رجلي وبعدين؟ انا بقى اللي هحطه تحت رجلي انا مستعدة رجعلك يا حاسم وابقى معك كمان على طول وطالما هبقى امراتك وفي اسمتك يبقى انت اللي هتجيبلي حق واول حق بقى انا عايزاه ما الرجل ده تفضل يا لوبنا تتفضل فين يا حاسم؟ مش وقته يا ريتال حوالي مش وقته رجعتها؟ رد علي يا حاسم ايوه ايوه؟ طب مش كنت تقولي؟ على الاقل يعني كنت سبتلكو البيت عشان تعرف تهايس انتا والحلوة عزراكي والله العزيم يا لوبنا بصلي حبيبتي حاسم ده اللي تعرفه تفضل مكلبشة فيه بأيديها وسنانها قوة في يا لوبنا بكلمتك ايدك؟ عايزة تتكلمي تكلمي مع حاسم اعتبريني مش موجودة خالص عاجبك كده؟ فاهمني يا حاسم؟ عشان انا ادميك خلاص هتطرشق مني ما تلمسنيش عايزك تعرف حاجة واحدة بس اننا هنا مش قاعدة لك تاني رايحة فينا ايوه عقيدك رايحة لومك تيجي تشوف حل في اللي انت بتعمله فيا ده ريتالي اهدي وانا هفاهمك انا مش عايزة افهم يا حاسم الكلام معا خلص خلاص لدي اها اهد ايه دي بس يا ريتالي؟ ما دبيش عبيطا هؤ انت عايزين اوض معاه بعد اللي عملوا؟ مش هيحصل بعدين انا مش هنام وارتحق لما يجي مروان ويقولي عنده علم باللي عمله حسن ولا لأ ما هو لو عارف يبقى بيقوي علي انا لازم استناه علشان يقولي اللي حصل بالزبط يقوي عليكي استحاله مروان يعمل كده طب كلميه كلميه واسأليه قوليله حسن رجع البيت اللي اسمها لابنة دي ولا لأ حاضر انا هتكلمه بس انتي اهدي شوية ما تقولي ليش اهدي مش هاهدي يا زين رتالي لا يا حبيبتي انتي لازم تهدي عشان نعرف نفكر صح هديت يا زينب حبيبتي انتي كلازم تقعدي مع حسن وتفهمي منه ايه اللي حصل هو ما كانش عايز لوبنا وطالما رجعها يبقى اكيد في حاجة حصلت اللي حصل يا حبيبتي ان حسن بيحب يبقى ديك البرابر يحب النسوان كلها حواليه للو سحي من نمه اللي قشت 3 ا 4 جنبه ممكن يتجند اسألين انا رتال زي ما انتي عارفة حسن انا كمان عارفاه استحالها يكون بالدماغ دي اهدي اهدي عشان نعرف نفكر صح خليك قعدة هنا شوية حروح حدي الدوة الجابرية وارجعلك ماشي دوة ايه اللي تدهولها انت فاكرا ان دي هتموت دي هتموتنا كلنا وتقعد على قمرنا حرام عليك يا بيت اهدي فاش كده ماشي حسن ماشي ماشي من قلبك انتي لازم تاخد الدوة في معايدو لا ما هاخدوش ايه لازم انت الدوة لما اللي حواليكي يدع بس من ورا قلبهم انتي ليه بتقولي كده؟ هو انا عملت حاجة تزعالك ولا قلت كلمة تضيق؟ لا عملتيش بس انا عارف انك مش مرتاحة وانا ما عزكيش تعملي حاجة وانتي مخصوبة ولا من ورا قلبك اتطمني يا مرة عمي انا مرتاحة ومش تعبانة لا تعبانة وبتيجي تطلي علي وانتي مخصوبة اقول لك على حاجة انا ما صفيتش على ركت الكريمة إلا عشان خطرك وعمر جلبي محن لحد غيرك بلاش ندور في القلوب يا مرتاحة خلي كل قلب مقفول علي فيه يمكن لو فتحنا الببان مش هنعرف نقفلها تاني وبلاش نقعد نقلب في اللي فات خلينا نفكر في اللي جاي وخلينا نسيب لعيالنا سكرة حلوة لما يكبروا نحكيها له ويبون أبسوتي لازبتها تمشي هروح أجيبها بكرة هتقولك مش هرجع البيت إلا لما لبنا تخرج منه وإنا كنت عايز أتكلم معاك في الحكاية دي روح أجيبها بكرة